السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت في ثانية سنوية او في ثالثة سنوية او راح ثالثة سنوية او انت طالب عندك ملاحق او بقي للاعادة ممكن لا تحسن في مصر وتحسن في السودان عندما تأتي مع بعض كان ندردش مع بعض في الموضوع ده كده ونرى موضوع السنوية السودانية لما اتعاملت مع ناس بقالي سنتين معهم واشوف حكاية الصفر للسودان ويصفروا ويعملوا ايه فلاقيت الناس في مصدر بثقها بامانة يعني انا اتعاملت مع كم دكتور هناك وموضع ثقه ولو كده سأساب لك الواتس بتاع بحس تتواصل معي ووصلك بالناس دي وبرده مش هتتمضي ولا هتعمل اي حاجة إلا ما هتكون واثق منهم والحاجات موثقة في الخارجية كمان طلاب الملاحق السنوية السندي او اللي لسه منساقوش ملاحقوش التنسيق او طلاب تاني سنو راحين الثالثة سنوي كلنا نرى اللي بحصل وشايفين اللي بحصل ايه انا ما اقولش هو الحل الامثل او اللي هو الحل الاوحد لا حل من الحلول مشاكل السنوية اللي هي السنوية السودانية هنكلم مع بعض كده انت متسافر السودانية هتدرس ايه هناك السنوية عامة عادي جدا تمام بس بترجع مصر بتخش جامعة حكومة وده حل حلو يعني انت جايب نسبة ضعيفة عاوز تحسن مجموعك مفيش تنسيق خلاص الثاني وعاوز تاخد ثالثة وتبعد على وجه الدباق مع الدكتور طارق والجماعة دول كلهم هتدرس ست مواد عربي ورياضة وإنجليزي وفيزياء وكيميا وأحياء والتربية الدينية حتى نبقى على نور كلا والتربية دينية ما بتضافش للمجموع هنشوف مع بعض التفاصيل ايه الامتحانت لك مباشرة زي نظام البوكلت على النظام القديم مفيش تابلت مفيش اي معوقات خالص مفيش للف ولا لورن في الاسئلة مفيش تابلت اللغة الإنجليزية مثلا دهدية للطال يعني في أول حاجة تعرفها ما فيش جرامر في بس الأزمالة ازاي بصرف الفعل في زمن ويكون فيها كلمة دلة وده بالنسبة لك سهل بالنسبة للبحاب الإنجليزي بقى بسبعة درجات سؤال القطع والبراجراف والتلخيص وأكثر من 50% من الامتحان بيأتي من الكتاب بالنص زي زمان كده يعني معناها القطعة حافظها هتجيلك منها هتجيلك معانا عارفها هتجيلك حاجات عارفها فانت مش هيكون عندك حاجة صعبة ده بالنسبة للنجليزي والبراجراف والتلخصات والملخصات والكلام ده كله من قلب الكتاب في الكتاب من ضمن الموجود في الإنجليز هناك قصة سهلة جدا تتكلم عن جزيرة الكنز والقراصنة والحاجات منهج الإنجليزي هناك أسئلة سهلة لكل المواد ثاني مادة الأحياء وهي ثلاث فروع التقاصر والوراثة والنظام البيئي والكلام ده كله الفيزياء أربع أبواب احسب معي كده الباب الأول كان ثلاث فصول تحزب فصلين تبقى فصل واحد وبقى سهل ده بتكلم عن حاجات كتير بسيطة يعني بالنسبة للفيزياء الباب التاني بتكلم عن الضوء والمرايا والانكسار والعدسات وانت تدرسوا قبل كده الباب التاني بتكلم عن القهربة هذا الباب يعني بتكلم عن الزرة يعني ايه حاجات بسيطة يعني انا بتكلم لك الخلاصة بتاع السودان او السنوات السودانية وانت لك متلق الحرية العرب يوجد خمس نصوص اثنين حفظ ثلاثة دراسة يعني كان فيه عشر نص تحزف خمستاشر وتبقى خمس نصوص يعني الخمس نصوص تحزف حاجات بقى منه درس او درسين وفيه خلفية عن دراساتهم ان تدرسوا قبل كده البلاغة بسيطة انا بقولها لك السنوات السودانية املك الوحيد للدراسة او التحسين عشان كده الجامعات السودانية هنبقى نتكلم عنها بعد كده واسب لكم في اسفل الفيديو كل اللينكات التي تقدر توصل بها فياريت اللي عاوز انا هسيب لك الارقام تحت الفيديو اللي عاوز يروح اللي عاوز يحسن معك الامكانات لكده شوف انت نفسك شوف الاحسن ايه يا رب انا اكتب لكم الخير والسلامة يا رب اكون خير يا رب اكون خير لكم و انا وثق انا فيهم ناس سفر السنة اللي فاتت والكلام ده كله يا رب اجعل ليولادنا الخير سواء في مصر او خارج مصر و يا رب تبقى في مصر احسن من خارجها و من ان نعدش ندور على خارجها سيادة الوزير يا ريت تشوف الموضوع تحياتي لكم لكل ابنائنا سواء ثانية سنوي او ثلث سنوي تظهرنا فيديوهات كثيرة عن السنوات السودانية عن الجماعات السودانية عن الجماعات الروسيا كل شيء خاص بالسودان و التعليم الخارجي سيكون معنا في قناتكم في امان الله